اشتركوا في القناة ان مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد المعظم لا تزال شريكا اساسيا في هذا الجهد ايضا وخاصة في اطلاق جائزة الملك حمد للتعايش السلمي في الواقع قبل ست سنوات في مركز سيمون وزنتل اتخذت مملكة البحرين موقفا تاريخيا وجريئا في تعزيز الحرية الدينية عندما كتب ووقع جلالة الملك حمد اعلان البحرين بشأن التسامح الديني هذه الوثيقة الاولى من نوعها التي اكتبها ويوقعها رئيس دولة عربية دعية الجميع الى حماية وتعزيز حق العبادة في سلام وكرامة سعد هذا العمل القيادي في تمهيد الطريق لتوقيع اتفاقيات ابراهام بعد بضع سنوات فقط ما يميز مملكة البحرين حقا انها لم تكتفي بكتابة هذه الكلمات بل دعمتهم بشكل كامل على الرقم من العديد من التحديات حافظ القادة في البحرين على مسارهم واختاروا القيادة بالقدوة واظهار الاحترام والتسامح والوحدة بين الدول بالطبع كانت البحرين ايضا صديقة رائعة لامريكا من نواح اخرى حيث استضافت اسطولنا الخامس وعملت معنا بشكل مستمر للدفاع ضد الارهابيين في جميع انحاء الشرق الاوسط وعلى المستوى الشخصي كان امتيازا هائلا للعمل مع جلالة الملك لسيما انه قضى وقتا في الدراسة في كلية القيادة العامة والاركان للجيش الامريكي في ولاية الاصلية ولاية كانسيس العظيمة